من جانب آخر أعلن المتحدث العسكري تمكن القوات البحرية من ضبط قارب يحمل كمية كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر وأوضح المتحدث أنه بناء على معلومات تفيد باعتزام أحد قوارب الصيدة تهريب كمية كبيرة من المخدرات داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر تم على الفور الدفع بعدد من الوحدات البحرية لتفتيش المنطقة وأصفرت عمليات البحث عن العثور على القارب المشار إليها مخبأ بداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة هذا وقد تم تسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر